اليوم الحلوية احتفلت الاعلامية ريهام سعيد بعيد ميلادها مبكرا هذا العام فعيد ميلادها بيوفق 31 مارس وحرس عدد من النجوم على حضور حفل عيد ميلاد ريهام سعيد والاحتفال بيها وكان من بين النجوم الفنانة نرمين الفئي ونسرين أمين وسوسا بدر ويهاب توفيق ومحمود عبد المغني والمنتج احمد ايوب وغيرهم كتير من الاصدقاء وظهرت ريهام سعيد في عيد ميلادها وهي ترقص مع زوجها طارق صبري واللي دايما بتتكلم عنه في كل اللقاءات انه دايما واقف جنبها وبيدعمها فاصعب لحظتها وكانت ريهام سعيد اعلنت انها ستختفي فترة عن الاضواء وكتبت من خلال حسابها ساستفي لمدة طويلة حتى تعود لها روحي اشباه البشر كتير قوي وانا زهقت من لعب دور الضحية بس انا فعلا بيتضحك علي سهلة قوي ومش عارفة اتعامل مع اي حد كله يلا نفسي وانا محدش شاف مني غير كل خير الفترة اللي فاتت مريت بحاجات كتيرة قوي وتعرضت للتشويه مش بس بالشكل لا بالسمعة كمان ثمان سنين من تشويهي حرب غريبة علشان ما اشتغلش في الاعلام ولا في التمثيل من مين ما عرفش الله اعلم تعبت خلاص من الحروب غير المبررة الناس شريرة قوي كده ليه تعبت من الغيرة والحقد انا حبيت واخلصت في كل حاجة عملتها في حياتي مش حاسة ان دي النهاية حاسة ان جزائي موجود وموجود في الدنيا مش بس في الاخرى اشتركوا في القناة